طيب نروح لألمانيا وطبعا نادي ليبسيك الألماني نادي ليبسيك النهاردة اتفق مع مدربه الأمريكي جيمس مارش على إنهاء التعاون وطبعا رحيل هذا المدرب عن النادي بعد اخسارة طبعا اخسارة ليبسيك في مباراة الجمعة 2-1 أمام يونون برلين طبعا النتيجة دي كانت نتيجة تقيلة كانت النتيجة أو الهزيمة التالتة على التوالي لفريق ليبسيك اللي يعني خلى الفريق بهذه النتيجة في نصف الترتيب في الدور الألماني وطبعا أكيد بعيد دلوقتي عن الفرق أو عن المراكز المؤهلة لدور الأبطار نادي ليبسيك قال إن مارش اللي كان طبعا يعني كان معزول في المباراة اللي فاتت عن الاستاذ اللي كان عنده طبعا فيروس كورونا يعني تم إطلاق طبعا صراحه فورا وإن المساعد آكم بيلوزار ده هتولى بسئولية الفريق في المباراة الخادمة في دور الأبطال يوم التالت بكرة إن شاء الله أمام المان سيتي وعيزا أقول لحضراتكم طبعا يمكن المدرب يمكن فريق ليبسيك فريق كبير في النادي في البوندزليجة وطبعا رحيل المدرب الألماني نتيجة سوء النتائج وإن طبعا ليبسيك من الفرق اللي كانت طبعا طموحاتها عندها إمكانيات كبيرة جدا جدا طبعا للوصول لمناطق طبعا التأهل للدور الأوروبي والشامبنزليج لكن طبعا هنشوف الفترة اللي جاية طبعا فريق ليبسيك حيوصل فين في البوندزليجة في نهاية المشورة اشتركوا في القناة